المخابرات الأمريكية تهتم بولي العهد كواليس رفض استقبال محمد بن سلمان لوزير الدفاع الأمريكية معكم أنا نور الصباح أهلا بكم الندية والثقة بالنفس أبرز ما يميز ولي العهد الصعودي محمد بن سلمان الذي لا يدعو موقفا يمرق وخصوصا لأمريكا التي سحبت وفجأة أنظمة دفاعية متطورة وبطريات باتريت من السعودية في الوقت الذي تواجه فيه الرياض هجمات متكررة وخطرا من جماعة الحوث اليمنية والتفاصيل مع البنتاجون الذي أعلن أن وزير الدفاع الأمريكي يأمل في لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقبل أيام زار وزير الدفاع الخليج لشكر حلفاء الولايات المتحدة على الدعم الذي قدموه للجسر الجوي الضخم والذي أقامته واشنطن بعد السقوط المفاجئ للحكومة الأفغانية وشملت جولة الوزير الأمريكي الخليجية كلا من قطر والبحرين والكويت ونفس الجولة كانت تتضمن محطة في السعودية لكن لم تتم بعد اعتذار السعودية بأن الظروف لا تسمح هذا بحسب مراقبين وأكدوا أن اعتذار الرياض مقصود تعبيرا عن قيام أمريكا بسحب بعض الأنظمة الأمريكية الدفاعية من السعودية والتي غضبت من الموقف وردت باعتذار عن استقبال وزير الدفاع الأمريكي في صورة أشبه بالضغط ولكن بشكل غير مباشر من جانبي محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي لكن المتحدثة باسم البنتاجون قال أو حاول أن يجمل الصورة وقال أن زيارة وزير الدفاع إلى السعودية لم تتم لأسباب تتعلق بالجدول الزمني للجانب السعودي مؤشيرا إلى أن الترتيب للزيارة كان على عجل وهذا الذي صعب من لقائه مع محمد بن سلمان لكن وزير الدفاع الأمريكي قال شيئا آخر عن عدم لقائه بولي العهد السعودي قال أن التأجيل كان من قبل الجانب السعودي وقال كيربي المتحدث باسم الوزارة كنا نأمل خصوصا خلال هذه الزيارة لقاء ولي العهد الذي هو وزير الدفاع السعودي ولدينا معه شراكة دفاعية قوية ومع دولته والذي قال أيضا نأمل في إعادة جدولة الزيارة مشددا على أنها أرجئت ولم تلغى وقبل أيام أيضا قالت وكالة الأي بي إن الولايات المتحدة سحبت خلال الأسابيع الماضية أنظمة دفاعية متطورة وبطريات باتريت من السعودية في الوقت الذي تواجه فيه البلاد هجمات متكررة من جماعة الحوث اليمنية وكشف التقرير المستند إلى صور الأقمار الاصطناعية أن صحب الأنظمة الدفاعية الموجودة في قاعدة الأمير سلطان الجوية جاء في الوقت الذي راقب حلفاء واشنطن من دول الخليج العربي بقلق لانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان على الجانب الآخر وصفت وزارة الدفاع السعودية علاقة الرياض بالولايات المتحدة بالقوية وطويلة الأمد والتاريخية حتى بعد الاعتراف بسحب أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية وجددت الرياض التأكيد على قدراتها العسكرية قائلة الجيش السعودي قادر على الدفاع عن أرضه وبحاره وأجوائه وحماية شعبه ولننتظر حماية من أحد اشتركوا في القناة